والسلام عليكم حياكم الله معكم أخوكم طارق من قناة طارق تيكس المهم هذه السنة 2025 سامسونج أصدرت أحدث هواتفها من الفلاكشيب أو الهواتف الرائدة الهاتف من سلسلة الاس وأكيد تعرفون الهاتف اللي اشتهر من زمان اللي يسوي زوم إلى 100 اكس هالمرة أضافوا له الذكاء الاصطناعي في كثير من المميزات تعالوا نتعرف مع بعض على هاتف سامسونج جالكسي S25 Ultra نسخة الألترا جميلة فعلا اللي متميزة بالقلم أو الاسبن اللي ييجي معاها هذا هو قلم الاسبن ومع زر صغير هنا بالطرف عشان بعض الخيارات اللي انت تستخدمها وقت الكتابة بمجرد أني أطلع القلم خلاص يبدأ يتفاعل برجع القلم بنفس الجهاز تغلق لي النوت أو الملاحظات السريعة طلعتها على طول يقول ارجع واكتب شوفوا كيف الاستجابة السريعة في الكتابة نسوي كذا ونقدر نكمل صفحة طويلة طويلة تقدر تكتب قصة حياتك بالكامل هذي أول ميزة اللي هي وجود الاسبن أو القلم واللي يساعدك على كتابة ملاحظات سريعة انت في اجتماع وشخص قال يلا سجلوا النقاط على طول انت طلع جوالك طلع القلم ايوه شي النقاط كذا 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 طيب سجلت النقاط وش بتسوي بعدها هل بتفرغها وتكتبها من أول وجديد لا انا بقول لك انت مجرد انك الحين كتبتها مثلا خلونا اتفلسف بقول مثلا اللي كتبتها هنا جب السيارة وجب معك اكل وبيتزا ولا تنسى تكلم الساعة خمسة مساء الحين وش اللي بنسويه شي عجيب بصراحة شي مو طبيعي ندخل على النوتس او الملاحظات بنلقى الملاحظة موجودة هنا شوفوا علامة الجالكسي اي 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 او الذكاء الاصطناعي اول ما نضغط عليها هالحين بنضغط عليها بيقول لي وش تبغى تبغى احللك النص ما ادري واضحة ولا لا بس حولها الى نص مكتوب من خط اليد الى نص مكتوب هذا اول شي نبغى نتكلم عنه مميزات الملاحظات واحدة من المميزات ممكن انت تسوي تسجيل الصوت تفتح نوت جديد وتختار تسجيل الصوت طبعا عندك خيارات كثيرة انك اول ما تفتح النوت فعندنا مثلا تسجيل الصوت صورة كاميرا مسح مسح مستند ملف صوت او رسم نختار تسجيل الصوت كيف الحال شخ بارك مثلا مرحبا كيف حالك نريد ان نبدأ الى نص مع سيد تارك و سيد خالد و سيد أحمد خلاص سجلت طلع لي تحليل الكلام اللي قعدت اقوله الى نص ومو بس كده يعني جلستوا انتوا مثلا في اجتماع لساعة كاملة كل واحد تكلم بيطلع لك ان الصوت الاول الشخص صاحب الصوت الثاني وفيه الصوت الثالث يعني هذا قال كده بيفهم من نبرة صوته ويوزع كل واحد وش قال بعدها بيعطيك كل واحد وش قال في النهاية انت بتقول له عطني الحين ملخص الاجتماع وش تكلمنا عنه مو بس كده ممكن تقول له احنا وش اتفقنا في الاجتماع كله جاري النسخ للغة العربية خلى يبدأ الحين يطلع كل الاشياء اللي ذكرتها حتى حتى يعني اخذ العربي وحط لي حتى اللي بالانجليزي تحت شي جميل بصراحة وش عندنا بعد في النوتس ممكن تبغى ترسم رسمة توضيحية او رمز او مثلا رسمة ثلاثية ابعاد او غيره حتى تعطي وصف للنوت لانك ممكن تصدر هذا الملف الى بي دي اف وترسله عن طريق الايميل ففي طريقة جدا رائعة مثلا هنا رسمة من الرسمات اللي تم يعني رسمتها كده بسيط على النوت وش اقدر اقول له اروح على خيار اللي موجود بالاسفل خيار الجالكسي اي اي بعدين اقول له الرسم على الصورة اختار الخيار هنا يلا يقول لي حدد الرسمة اللي تبيها نقول له نبي هذه الرسمة وش تبغاها تبغاها بألوان زيتية تبغاها ثلاثية الابعاد تبغاها الرسمة سكيتش اللي تبغى انشاء مجسم ثلاثي الابعاد اخذ الرسمة اللي فوق استوحى منها وطلع لي برسمة ثلاثية الابعاد من مميزات ايضا المذكرات او النوتس انه يعطيك معلومات اضافية جالس تكتب عن موضوع محدد مثلا وتبغى معلومات عن الطاقة النظيفة فتقول له ما هي ابرز ثلاث نقاط مفيدة في الطاقة النظيفة وانت جالس تكتب مثلا تبيتجهز الابعاد ويقدر يصدر لك حتى الابعاد فيجيب لك ثلاث نقاط يبحث بالذكاء الاصطناعي ويخليها عندك فاذا قبلت تدخلها بداخل النوت وتكمل فهو مثل السكرتير اللي يجيب لك معلومات وممكن تحدد لك كل نص اللي كتبته وتقول له نقح ليه لغويا او عطني ايه بصيغة اخرى عطني ايه بصيغة شخص رسمي او عطني ايه بصيغة شخص كول او شخص كده حزين او شخص غاضب او شخص يعطي امر او شخص يطلب كل هذي يعني صار يفهمها الذكاء الاصطناعي بشكل مخيف طيب نجي الحين لوحدة من المميزات الجميلة فعلا الميزة هي انه التعاون اصبح يعني مع جوجل لينس او عدسات لينس بشكل مبسط جدا شفت الخط اللي موجود بالاسفل هذا اللي نرفعه بس علق عليه بصبعك ويقول لك حط دائرة على المكان اللي تبحث عنه الشي اللي تبي تبحث عنه جاب لي نفس الايقونة طيب نقول انك انت كنت داخل المتصفح وبداخل المتصفح شفت صورة بدان ما تاخذ الصورة وتروح وتقول لي مثلا ابحث عنها او تسوي لها ناسخ وغيره وهذه الامور او تبي تعرف مصدرها علق نفس الطريقة اللي سويتها هنا علق بالاسفل على الخط تبدأ الشاشة تقول لك يلا حدد المكان نقول لنا نبغى هذا الجوال وش هذا الجوال بيقول لك سامسونج جالكسي اس 25 ألترا بدأ مننا فاتحين الصفحة وانت تصفح احد المواقع عندك مقال طويل جدا من تفاضي تقرأه تضغط على علامة جالكسي اي اي اللي موجودة واختر تلخيص بيطلع لك الحين يحلل المقال وطلع للملخص بالضبط نجي لخاصية تسجيل المكالمات انا عن نفسي بصراحة ما استخدمتها لكن لو ترجعون لفيديو سامسونج جالكسي اس 24 ألترا جربت خاصية الاتصال المباشر والترجمة اقدر اتكلم باللغة العربية فيترجم صوتي باللغة الانجليزية او الصينية الاسبانية للمستقبل اذا كان هو يتكلم صيني انجليزي اسباني برتغالي هندي اي لغة اخرى مجرد انه يسمع صوتي ويترجم له بالصوت وليس كتابه اللي هي من الثلاث نقاط اللي موجودة هنا نروح للضبط بنلقى تسجيل المكالمات طبعا هذه الخاصية قد تكون غير متاحة في بعض الدول مهم جدا انه يتحقق الشخص في الدولة اللي انت موجود فيها هل القوانين تسمح باستخدام هذه الخاصية اذا ما لقيتها متفعلة عندك معناتها غير مسموح نجي الحين عند خاصية المسح في الصور عندنا هذه وحدة من الصور وبقول بشيل تفاحة من التفاحات نروح نضغط على علامة جالكسي اي اي فيه يقول لك تعديل منشئ الصور سوينا دائرة على هالتفاحة تمام حددها بامسحها امسحها الحين اقول انشاء ما ابغى هذي التفاحة شلها ابغى تحط لي تكملي الورق شي مو طبيعي شي مو طبيعي نفتح صورة ثانية ونختار الذكاء اصطناعي يقول لك الرسم على الصورة تمام خلونا نقول اني انا ابغى قبعة لا حد يضحك تمام بس هو بيستوحي طبعا حتى لو كان رسمك وسع صدرك بيعطيك رسمة حلوة صدقوني انا هذه اول مرة اسويها يعني ما هي مصورة اقصد جاسة سويها معكم الآن زي ما تشوفون انتظر السحر لبسني طربوش لا ويعطيني يعني بيقول لي انشاء واحد اخر تبغى اغيره لك ولا كذا رهيب والله لبسني طربوش شوفوا الفن الفن في الذكاء الاصطناعي طيب نختار خيار ثاني ونشوف استوديو الصور الشخصية طيب ابغى وجهي انا مجسم كرتوني يعني كيف تتخيلوا ان بيكون شكلي كيوت وكأني من افلام الكرتون تشوفونه يشبهني يعني تحسون ان هذا الشكل يشبهني تقريبا يعني ممكن انه يكون يشبهني طيب انا اكثر خاصية عاجبتني صراحة المسح هذه لا نبي تحديد اكثر ايوه مسح ابي اشيل الناس اللي ورا وابغى اشيل الدراجات والسكوترز وكل هذه اللمه اللي موجوده خلفي عشان يطلع والله الله الله عندنا واجهة 1Ui7 ترى جميلة فعلا شوفوا كيف الايقونات موزعة شكلها يعني افضل بكثير من يعني فيها تحسين اكثر فيها انسيابية المسافة بين كل ايقونة واخرى جميلة الواجهة بصراحة يعني حتى لو ندخل على مثلا هنا عندنا الضبط ايضا جميلة galaxy ai شوفوا الخدمات مساعد الاتصال مساعد الكتابة المترجم الملاحظات النص المتصفح مساعد الصور الرسم ممحات الصوت ممحات الصوت هذه رائعة جدا بشغلكم مقطع هنا اسمعوا صوتي قبل العزل واسمعوا بعد العزل هذا نشرته كشورت في قنواتي اسمعوا الصوت اليوم بنجرب التصوير بالفيديو مع عزل الصوت هنا صوتي عادي جدا وهنا مع عزل الصوت وهذه تقنية جديدة فيه هواتف ميزة رهيبة صحيح عزل صوتي بالكامل وعلى فكرة ممكن يشيل صوتك ويخلي الضوضاء او ممكن يشيل الضوضاء ويبقي على صوتك بوضوح انت من الخيارات تقدر تحدد الي تبغى واحدة من المميزات رهيبة فعلا اذا عندك اليوم اجتماع عندك فيه التذكيرات او التنبيهات او التشكليست عندك بعض المهام اللي لازم تسويها فاول ما تصحى من النوم تلاقي تحت موجود البريفينج او ملخص اليوم اول ما تضغط عليه موجز اليومي فيقول لك احلا اليوم الجو كده اذا انت كان عندك اجتماع فلاني في المكان الفلاني فبيقول لك افضل وقت انك تطلع كده لان الشوارع او بياخذ منك وقت حتى تصل كده فيعطيك ملخص يومك بمجرد انك تفتح الهاتف تلقى تحت الملخص التصوير في الهاتف شيء رائع وهذا اخر شيء بنتكلم عنه اليوم هذه بتظهر لكم صور اخذتها على طول من الجوال يعني ما عدلت عليها ولا حاولت نقح لا الصور مأخوذة من الجوال وحطيتها هذه امامكم تم التقاط صورة في الليل صورة سيلفي في النهار وفي الليل تصوير زوم تصوير ماكرو تقريب اشياء كثيرة تم تصويرها الكاميرا ما يحتاج اتوقع يعني انتو تعرفون السامسونج غالكسي الألترا خصوصا الآن مع نسخة ال S25 صار فيه استخدام ذكا اصطناعي يوضح الصور يحسنها ينقح يشبع الألوان كل هذه الصور اللي تظهر لكم تم التقاطها عن طريق هاتف سامسونج غالكسي S25 ألترا وبالختام راح أكتب لكم الآن ما هو المعالج الرام سعات التخزين بالإضافة أنه الجميل في هذه النسخة أصبحت الأطراف حادة رائعة فعلا إذا أعجبكم المقطع لا تنسون تضغطون على زر الإعجاب وشاركون مع أصدقائكم وأحبابكم يشرفني أنكم تشتركون في قناتي أو تتابعون أحد حساباتي اللي بتظهر على الشاشة ألتقيكم إن شاء الله في مراجعات أخرى انتظروا كل جديد وفي أمان الله